مبروك علينا النادي الاهلي مبروك لكل جماهير النادي الاهلي مبروك لكل مجلس إدارة النادي الاهلي كل اللاعبين والإدارة الفنية مبروك علينا النادي الاهلي للمرة الثالثة على التوالي في المربع زهبي لكأس العالم للأندية الحقيقة دايما الاهلي بيفرحنا ودايما بيفرحناش احنا بس كهلوية اعتقد كمان يعني بيفرح كل المصريين النادي الاهلي دايما رافع راية ناديه دايما رافع راية بلده النادي الأهلي دلوقتي حتى بعد قصارة الوداد بنقول له هارد لك ومبروك لنادي الهلال هو الممثل العربي والممثل الأفريقي لقارة أفريقيا وعلى مستوى العرب لكاس العالم للأنديل الحقيقة كلنا فخورين جدا وكل يوم وكل أسبوع بطلعقول نحن فخورين بهذا الكيان الكبير النهاردة فرحنا كتير جدا ولسه هنفرح ولكن كمان أنا على المستوى الشخص كابتن إسلام كنت دايما بقول أمنيت إن شاء الله أن نحن نشوف النادي الأهلي أمام ريال مدريد لأن مباراة حتكون مباراة للتاريخ ودايما متعودين للنادي الأهلي زي ما قابل العملاق الألماني باير مونيخ لنا لقاء بشكل رسمي أمام كمان عملاق الكرة الأوروبية وبطل أوروبا ريال مدريد الحقيقة اللي بنشوفه من النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت ومش بس على مستوى مصر لا كمان على المستوى العلامي الحقيقة النادي الأهلي زي ما بنتكلم كابتن إسلام هو دايما هو رفع راية ناديه راية بلده واسم مصر بدأ يتردد كمان على مستوى العالم على مستوى العالم ما فيه شك كل وسائل العلامي الرياضية العالمية بتذكر اسم النادي الأهلي وجنبيه النادي الأهلي المصري وده الحقيقة شرب كبير جدا وده الرسالة الكبيرة اللي بيقدمها النادي الأهلي الحقيقة لبلده لناديه ان دايما رافع راية النادي الأهلي في كل مكان ورافع كمان راية مصر في كل مكان مستوى العلامي النادي الأهلي